طبعا مساكم الله بالخير ويعطيكم العافية اليوم بنتكلم عن عملة تيلور برامس تي ار بي بسعر ثلاثة وسبعين دولار تفاعل عملة بنسبة ثلاثة وعشرين بالمية ماركت كاب مية وتسعين مليون برامت ثنين وثلاثة ميتين وثلاثة ثلاثين بوليميومي مية وخمسة وتسعين مليون طبعا اللي تابعنا اول مرية مرحبا بك هذه قناتنا في تليجرام قناتنا مهتمة بالاخبار وتحليل العملات ونحط صفقات ايضا وعندنا خدمة ادارة الحساب اللي يتميز فيها هني عندنا واحد من الشباب ربحان تساطعشر الف دولار في خدمة ادارة الحساب في السبوت هني ايضا عندنا واحد من الشباب ربحان هداعشر الف دولار في خدمة ادارة الحساب في السبوت ايضا ايضا هني ثمانتالاف دولار ايضا في خدمة ادارة الحساب يعني سبوت اللي هو تداول فوري هني عندنا واحد في تقريبا دب الرأس ماله بعد شهر من التداول في العقود الاجلة. طبعا في صفقات رابحة في خاسرة. بالنهاية دب الحسابة. المهم. طبعا لو نشوف هذا عملتنا في عملة عملة الترول. اي ترول ترون? اه سيسمعها ترول. ايوه. تيلور ايوه. انا بلايق ترول ترول اللي هو المهم. كنا حطين صفقة فيما مضى في هذه المنطقة. بعد ذلك لو نشوف العملة كم حقت من حطينا الصفقة. تقريبا تقريبا بنقول ضعف وستة بالمية. بعد ذلك نشوف العملة صار شكلت نموذج اللي هو اللي هو الراية. بعد ذلك فشلت وخبطت للأسفل واستمر اللبوط. طبعا كان ذلك كله بسبب منطقة العرض بالاضافة الى الترنلاين الصاعد. حلوين حلوين. فهذا اللي كان سبب حبوط العملة. بعدين لو نشوف العملة هني عطتنا افتداد من عالة لكن فشلت في الصعود مع ان كان كنا متوقعين هنا ان العملة تستكمل الصعود توصل لهذه المنطقة. لكن السوق نزل نزول شرس طبعا السوق بشكل عام نزل موش العملة بس. وهذا سبب نزول العملة مع ان لو ما كان فيه نزول البيتكوين انا كنا متوقع ان هنا اساسا بتلمس المقاومة هنا. لكن نزول البيتكوين تسبب في نزول العملة. حلوين حلوين. بعد ذلك نشوف العملة هبطت هبوط استمرت في الهبوط ايضا. ونحن دخلنا في ادارة في خدمة دارة الحساب في هذي المناطق تقريبا على الثماني وخمسين تقريبا يعني اذا نحرك الصفقة هنا في الثماني وخمسين تقريبا دخلنا في خدمة دارة الحساب ايضا. بمكانكم الدخول الان يعني حتى اصلا نوني نشوف الصفقة صفقتنا السابقة نفس سعر الدخول. سعر دخول حالي. فانا اشوف ايضا بعد ما زال السعر سعر جيد. يعني انا بالنسبة لي الدخول بيكون متأخر بعد ما اطوف الامية وعشرين. بعد ما اطوف العملة امية وعشرين احس الدخول بيكون صعب. لكن في هالمسافة كلها ما عندنا مشكلة في كل ما تزل نقدر نحسس. حلوين حلوين. فنحن دخلنا هنا تقريبا في خدمة دارة الحساب تقريبا في هذي المستويات ايوة انه كانت العملة ترتد من اليترند لاين كنا رسمين اليترند لاين هذا اللي هو الابيض اللي هني شوفنا ان العملة احترمت اليترند لاين انه ما قدرت تنزل ما اخسرت اليترند فاشترينا في هذي المناطق. فمستمرين تقريبا اشترينا من 87 تسع وثمانين عفوا سبعة وخمسين سع وخمسين اشترينا في هذي المناطق. المهم فبس ما ما قنصنا الصراحة القاح هذا اللي هو واحدة واربعين دولار يلا الحمد لله كله خير وكله رزق يعني بعد انا بالنسبة لي دخول جيد يعني لو نحسب دخولنا اللي دخلناه واليوم كم نحن ربحانين تقريبا 32% شي طيب الحمد لله. اذا انت داخل بألف بألف دولار عندك 1300 مع رأس المال. حلوين حلوين. شو اللي نحتاجه حتى العملة تستكمل الصعود. انا بالنسبة لي شفتوا هاي منطقة العرض. هنا انا يبالي يحدث بعض الاشياء القديمة بحيث ان ما تسوي زحمة ما تسوي لود. شفتوا هنا منطقة العرض شوفوا كيف العملة سرعان ملامسة منطقة العرض وصار ارتداد. ما شو نحتاج? نحن نشوفوا كيف اقتدتني. ما شو نحتاج? نحتاج ان العملة تعطينا اقوى ونغلق فوق منطقة العرض. اللي هو بيكون على السعر ثمانين دولار. اغلقنا فوق ثمانين دولار. حتى افضل وافضل لو اغلقنا فوق الثلاث ثمانين. بنغلق فوق الثلاث ثلاث ثمانين. اللي هو فوق المتوسط الأسي ميتين. بعد ذلك بنشوف في عدد اختبار. تتوجه العملة للمقاومة اللي على السعر ١٢٠. وتعتبر هذي من اقوى المقاومات للعملة. بحيث ان ايضا هني توجد منطقة عرض. وهذه المنطقة يعني صعب ما العملة تخترقها وتغلق عليها. انا بالنسبة للاغلاق فوق سعر ١١٥٠ انفجار في العملة. انا هذي نظرتي. اغلقت العملة فوق ١١٥٠ انفجرت. حلوين حلوين. فهذا واحد. خلنشوف العملة على شارتر السبوع وشو الاهداف اللي انا شوفها للعملة خلال. بنقول الفتر القادم ان شاء الله. اعطانا طوط العمر. المهم. نسوي شديد شديد ممتاز عشان نشوف حركة العملة. اوكي. بنحط تقديري مش ١٠٠ مع ان انا شوف العملة كان وجهة نظر بتوصل ١٠٠ دولار تقريبا. ١٠٠. نرسم. ١٠٠. شديد ١٠٠ آخر تقريبا. ١٦ بحيث ان ايوازيه. ١٠٠. ٣٠٠ حاليا تشوف العملة نقدر نقول ١٠٠. ٢٠, حين ٢٠٠ مع ان هذا ١٠٠ تكسر للاسفل. بس انا بالنسبة لي الان العملة بتصعد هنا. يعني انا بالنسبة لي القمة الياي ان شاء الله بتكون في هذه السعار. هنا تقريبا بتكون في سعر اللي هو الاربعمائة دولار تقريبا القمة القادمة. آآ قدرنا نغلق فوق القمة القادمة. انا بالنسبة لي راح نستكمل الصعود. اوكي. فام وين بتكون ال انا بالنسبة لي القمة القادمة مش النهاية البوران لا. يعني البمب القادم. لو سكرنا فوق القمة. شوفوا كيف لو قدرنا نسكر هني. فوق المقاومة هذي. لا انا بالنسبة لي على البراد نوصل تسعمية دولار الى الف دولار. هذا الهدف. ايخا نحط منطقة. يعني انا بالنسبة لي العملة ممكن تغلغ من ثمانمية الى تسعمية. من احني. لين? قريبا. انا بالنسبة لي. بحال العملة غلقت فوق هذا السعر. هذا هدفنا. بس. خلنا نشوف حاطه مستطيل. اذن خلص. يكون مع الحركة هنا. انا. انا هدفي في البران صراحة العملة هنا. طبعا اذا غلقت اعلى عن ذلك. ما استبعد. هذا هدفنا في البران. ان شاء الله. ممكن. ممكن. كل شيء يجوز. كل شيء يصير. مع ان انا بالنسبة لي. ما في مستحيل في العملة. مجرد ما نطلع نحن من هذا. طبعا نشوف كيف. ممكن العملة يعني خلاص تبدأ تلقاع الياي. اذا صعدتني بترجع تنزل حتى ممكن على المستوى الخمس سبعين. ما تنزل اكثر على الخمس سبعين. بعد ذلك ممكن نشوف صعود لي. يعني ممكن على مدى السنوات خلاص يعني العملة اذا هذا بتبدأ تمشي بهذا السيارة. اذا خرجت من يعني هذا خرجت من وغلقت على طلاق. لكن اذا خسرت اغلقت ذاتنا بتعطينا قاعدة بترجع لأحد القيعان القديمة. فان هذه وجهتي في العملة وجهة نظري. وانا ان شاء الله ان شاء الله توقع العملة بتوصل لسعر تقريبا. مبدئيا كبومب اول. اللي هو تقريبا تقريبا اربعمائة خمسمائة دولار في في هذه المنطقة تقريبا. شيء يكو خلصنا. يعطيكم العافية اللي حاب اني استسرع خدمة ادارة الحساب يا مرحبا بك. رابط القناة سوالفيديو. بس انا هدفي الاول. بنقول اذا حيني حط اهداف. بس خانمسح. قبل ما نختم. هدف اول بيكون على السعر تقريبا اه. هدف اول على امية دولار. هدف اللي يلي امي وعشرين. هدف اللي بعد امي وخمسين. اللي بعد ميتين وثلاثين. اللي بعده بيكون اربعمائة. اللي بعده خمسمائة دولار. يعني اذا غلغنا فوق الخمسمائة انا بالنسبة لي ننتظر الالف دولار. لان عملة مجنون الصراحة. شذينكو خلصنا يعطيكم العافية. اه قبل اللي اختم بعد انتبهت على شيء. المهم بالارس اي. الارس اي. شوف الارس اي. نحتاج هنا. ان العملة شوف الارس اي. صار تقاطع. يعني حين بعده بعده. بعدها ما تشكل التقاطع. يعني. نحتاج يصير تقاطع. والبنفسجي يكون فوق الاخضر. يعني الاصفر. اللي هو البنفسجي. صار. فوق شذي. يعني كسر وقدر يعطيه عدد اختبار وينطلق. رح نشوف القمة باذن الله. يعني مثل هنا. شوفوني. يكسر. عقب سوى تي ريتست. يعطي اختبار. يعني شوفونا. يعني بنشوف نحن شو صار في السابق. اوكي. كسر. وننسوي شذي. القارن. شوفوني. هنا اخترق. وايضا احنا. هي نفسها. وهنا عمل اعادة اختبار. هنا عمل اعادة اختبار. بعدين شو صار? عطاننا القمة التاريخية. شوفوا كيف يفجر. فحين نحتاج نفس الحركة. عشان يعطينا نفس النموذج. نحتاج لنا هنا ايضا. يعطينا كسر. بعدين اعادة اختبار وانطلاق. هذا اللي ننتظر. ان شاء الله بيكون فيه اشتركت اقوى عن. شذي انكو خلصنا. يعطيكم العافية. موفيجي خير. شكرا لكم. شكرا